السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إفاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد سنشارك معكم فيه واحدة شكيلة رائعة ديال المركزات مركز الموز ومركز الجزر ومركز الإجاس ومركز البربا اللي هي الشمندر ومركز الفراولة ومركز التفاح ومركز البرتقال ومركز الليمون ستحضروا بهم واحدة شكيلة رائعة وبنينة ومنعشة ديال العصائر تحتاجهم بزافة المركزات هذه مع طريقة الاحتفاظ حتى طريقة اللي تحضرون بها بدون سكر بنسبة الناس اللي مرادين بالسكر في اللي أعجبكم فيديو حبيباتي ما تنسونيش من لايكات ديالكم وبغيت نشكر الأخوات اللي يخليوا لي تعاليق زوينا ولي كيتدعوا معي اللي يجعل لكم ديك الدعوات وديك التعاليق ميزان حسناتكم يا رب وبنسبة الأخوات لأول مرة كيشوفوا القناة يلعجبكم بمحتوى فضلا وليس أمرا دعموني بالشراك وفعلوا الجرس باش تبقاوا دائما توصلوا بجديد الوصافات وعلى بركة الله ندوزوا مباشرة لطريقة تحضر وأول حاجة غنبدا بها هي المركز ديال الليمون أو ديال الحامض خديت هنا تلاتة كيلو ديال الليمون بطبيعة الحال بعد ما شريته راني غسلته مزيان كل حبة ديال الليمون كان أخد شيتا وكان حكا مزيان بديك النقط السوداء اللي كتكون في الليمون وبطبيعة الحال ما ديما كان غسل الليمون كان أولين نديرو فوحة البانيو وكانديرو الماء والخل وكانخلي لمدة 15 دقيقة فديك الماء والخل كما كتعرفو الخضر والفواكيه كتترش بمبيدات كيموية فضروري تديرو هاد العمليات ديال الخل والماء يعني كتخليوا هاد الفواكي دهكم أول خضراربع ساعة في الماء والخل ومن بعدها عاد كتغسلوها وقدروها شبكا تنشف من بعد ما كينشف الحامض غنحك غيديك القشرة الرقيقة هادك القشرة صفرة لأن هذه القشرة صفرة هي اللي مركز فيها اللون ديال الحامض وهي اللي مركز فيها الماداق ديال الحامض وبعد ما كان حكي ديكل حبات ديال الحامض كاملين كما كتشوفوا معايا كنحصل على هاد القشرة هادي غدي ناخد هنا اياه واحد الكمية ديال السكر ثم اخرج ملوك ثلاثة كيلو ديال الحامض ولكن انا فيضلت نضير كيلو ديال السكر وانتمالا لكم الختيار تقدرو تزيدو الكيمية ديال السكر ديرو كيلو ناص و كيلو وربع او ديرو كيلو او ديرو 900 قرام او 200 قرام كل مكن السكر كتير كي سهل عليكم تاخدو المركز من العلبة يعني كتهزلكم بكل سهولة بالمعلقة كل ملقة السكر كي يصعب عليكم انكم تستعملو المركز يعني كيقول لي قاسح المرادين بسكر تساعد المرادين بسكر باستخدام المرادين بسكر يتساعد المرادين بسكر اوضع المرادين بسكر او يقيد نهار كله لان ذاك سكر خصنا يدوب يعني مرة مرة كنحركو ذاك المركز انا كنت كان ندوز الساعة ساعة عهده داك الجبانة ديال هاد المركز هذا كان نحرك مزيان باش كي يدوب نص سكر ما كيبقاش يعني حاتل تحت فسط جبانة بعد ما كي يدوب سكر مزيان كيما قدتكم اما كتخليوا المركز ليلا كاملا او تخليوا هيوم كامل يلا كالحل سخول كتديرو فتلاجة دا بحي تلحل بارد انا خليتو غير فوق سطح العمل غير في الكوزينة كان صفا مزيان هاد المركز كيما كتشوفو معايا بامكانكم ديروا صفاية تكون غريضة شوية او تكون رقيقة لكم الاختيار بالنسبال هاد التفل هادا اللي تيبقى او هاد التخت اللي تيبقى حاصلنا في الشبكة غنخليه اللي نجلبن بعض عن قولكم شو نغاندير به ودابا هدا هو المركز ليحصلنا ليه إلا بغيتو تحتفظو به في علبة ديال البلاستيك تكون البلاستيك ديالهم من نوع ممتاز إلا بغيتو تحتفظو به في العلبي ديال الزاج غف البلاكار كتاخدو هاد المركز دا وكتديرو فتنجرة وكتخليو بحتى كيغلي وكيعاود وكتديرو فعلبات ديال الزاج الغلاقات ديال ومكونو زيانة مما كيصداش وكتتاقمو ديك العلبات ديال الزاج او القنينة ديال زاج وكتوضعوهم في البلاكار المنسبة لي ايه انا هاد المركز غانديرو غيف المجمد دا بغا غدين دوز ل هاد هاد التفلي كيبقى ناحا فوق صفايا هاد غنوضعوه هنا في هاد العلبات ديال البلاستيك هادا كنسمو به الكيك كنسمو به بسبوسات كنسمو به تحليات كي تحتاجه لبزاف ديال الاستعمالات غنخلي هاد العلبة هاد في المجمد وغندوز نحضر معاكم المركز ديال البرتقال خديت هنا البرتقال ديال الاكل النافيل خديت ثلاثة كيلو ونص ديال البرتقال وحتى هو بطبيعة الحال بعد ما كنشريه كان غسلوه مزيان وكان اخذ واحد شيطة وكتكون في قاسحة وكان احكم زيان هاد البرتقال لانا كتكون في واحد نقط سوداء هدي كتسمى الصيبانة كتكون في البرتقال فضروري تحكم زيان كتتخلصوا منها ما تخليو تشي حاجة في الحباس ديال البرتقال ديالكم وبعد ما كنغسلو راني تنديروه تتوى في واحد العلبة ديال البلاستيك او يعني بانيو وتندير ذيك البرتقال كنعمر عليه بالماء وتندير الخلو تنخليه حتوى لمدة سربع ساعة وعاد كنشلو ندر واحد شبيه كيز سقطر ومن بعد حتوى عاد غد نحكو بحل طريقة ديال الحمض تتحكو غي ذيك القشرة الفوقانية ما كتوصلوش للقشرة البيضة لان القشرة البيضة سوى في الحامض ولا في البرتقال كتكون مرة وهي اللي غدي تعطيكم المرورة ديال البرتقال دائما كتحكو غي ذيك القشرة الصفرة لان هي اللي كيكون مركز في هذيك اللون البرتقالي وتيكون فيها الماضاق يعني قوي بزا فيه كعطينا النسمة ديال البرتقال في هاد المركز كنخلي هاد القشرة اللي حكيت على جنب وغدي ناخد هنا واحد البول وغا نعصر يعني غا ناخد هاد البرتقال كنقسموه هنا لجوج وغا نعصره بنفس الطريقة باش عصرت ليمون ديال الحامض انا هنا يعني انسيت مادتش سكار مع المشور ديال البرتقال خليته حتى من بعد بايمكنكم تديرو كي هكا و تديرو كي ما درت في اللويل الحامض كديروا السكار مع المشور كتحركوه مزيان وعاد كتوضعوا العصير ديال البرتقال هكا باش ما كيبقوا لكمش ديك التكتولات ديال المشور ديال البرتقال وصافي ماشي مشكل انا راني خديت هذيك الفوي اللي كانت ربو بها البيض وكنت ساعة ساعة عمي كان حرك المركز كان خلط مزيان بالزربة حتى كيت تفكو ديك التكتولات ديال البرتقال هنا اضفت قريبا كيلو وشي مية وخمسين جران ديال السكار كما قلت لكم كل كيلو ديال المركز ديال البرتقال او ديال الليمون ديال الفاكيها كنديرولو نصف كيلو ديال السكار هدي في العادة ولكن كي اللي كي بغير كيمية قليلة ديال السكار فكي ينقص بنسبة الناس لي مرادين السكار فما غاديش ضيفو سكار كنخلي هذي المركز حتى ويبت ليلة كاملة مع التحريك المستمر يعني ساعة ساعة لرصة ربع ساعة او ثلاثين دقيقة كنخلط مزيان هذي المركز باش كنتأكد بان ديال السكار ديال لان تبقى نلتحت في البول مرة مرة تنحركوا حتى كيتأكدوا بانه ديال مجرد ما كتشوفوا السكار ديال سافي تتصفى المركز ديالكم بنسبة الصفايا بامكانكم دلوها رقيقة ودلوها متوسطى شوية يعني لكم الاختيار هداك الشي اللي تبقى نفس صفايا حتى هو تنخليه على جلب وغادي ناخد دبا هاد المركز هاداره واجد غادي نوضعوه في العليبة ديال بلاستيك باش ندخلو المجميد بنسبة السيلة اللي ماتي بغ عندهم صغير تقدروه اتغليهم زيان يعني كتطيبو هاد المركز كديرو في الطنجرة وكتخليوه يغلي ويعاوب ومن بعد كتوضعوهم مباشرة في القنينات ديال زاج كتغلقو عليهم زيان وكتخليوهم حتى كيبردو عاد كتعقموهم في الطنجرة كديرو في هالما سخون كتعقموهم لمدة 4 ساعة وكتحتفظو بهم في المجميد طريقة الاستعمال نفس طريقة الاستعمال ديال هاد المركز هدا أنا درتهم غادي في عيبة البلاستيك غادي ندخلهم دابا المجميد وبنسبة لهاد المبشور ديال البرتقالي كيبقى هنا يا فوق صفايا كنوضعو في الباق ديال البلاستيك كنوضعو في المجميد ندوز معاكم المركز الثالث والمركز ديال التفاح عندي هنا ثلاثة كيلو ديال التفاح تتفاح من الشريتور اني غسلته مزيان وخليته في الماء في هالخل لمدة 4 ساعة كنأكد على هاد القضية ديروها لان الفواكي والخضر راها كترش مواد كيموي وكترش بحل كيميات لي كتيرا فمن الافضل ديروه 1-4 ساعة في الخل ديال الطعام ندروه في السلاطة كتخليوه لمدة 4 ساعة ومبعد كتشلو له وكتخليوه 1-4 شبيكة بالنسبة للتفاح غادي نقسمو هاكا كيميات كتشوفه قطع ماشي بدروا ترقوهم غي ما تحيدوش القشرة كنصحكم خليو القشرة لانك القشرة في كيكون فيها اللون وكيكون فيها الماداق البعض المميز لك تحسو به في المركز وهو اللي تكون في القشرة بغيتوا تديرو نصف كيميات ديلة تفاح احمر ونصف كيميات ديالة تفاح اخضر بغيتوا تديرو للكم كلها تفاح احمر او تفاح اخضر لكم اضافة الكمية كمية 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 اضع كيلو سكار اضع كيلو ونصف او تسعمية او تونمية لكم الاختيار الناس اللي مرادين بسكار فلا تسدروا السكار نهائيا ستجعلوا تفح يغلي ويعاود حتى يدخلوا الطيب لا تجعلوا بمدة طويلة باش ميفقدش اللون ديالو ومضاق ديالو وعاود تاني ما تخلي واش خضر من الداخلي لا خليتو خضر من الداخل غايك حالكم المركز فكتأكدو بطريف ديال التفاح كتبركو علي وكتشوفو واش تضغطو علي وكتشوفو واش تبزطي لسا في حسيتو بالمعالقة هبطت كتعرفو بان التفاح ديالو طايب لا ما غايك حالكمش المركز من بعد كنحيد المركز من فوق النار وتنخلي حتى يبرد مزيان ضروري حتى يبرد مزيان وعد غادي نطحنو هذا الدور ديال الحامض هو كيحافظنا على اللون ديال الفاكهة وكيجينا لمركز اللون ديالو زوين بززاف لما درتوش الحامض راه غادي جيجيكم للفاكهة غادي كحالكم وغايجيكم اللون ديال المركز ما غايعجبكمش ما غايجيش زوين كيفتح الشهية بعد ما كانت تصفح من زيان او هاد المركز يتصفح من زيان غناخد صفايا رقيقة لانها تصفح في القشرة فاديك شيراش خسارات الصفايا تكون رقيقة بإمكانكم تدروس صفايا اللي عجباتكم تومها لحسا بغتو تصفايا وتعاودو لكم الاختيار المهم هادك التفل اللي كيبقى او ديك التغط اللي كيبقى طف يكن تخلص منو لانه تبقى كي يحصل في السنان ما كي يزعج في الفم فمن الافضل تخلصوا منو هادية الكيميا اللي حصلت عليها كيميا كتيرا كيما كتشوفو معايا كيجي المضق ديالو ممتاز ممتاز هاد اتفح هذا كي نصحكم ما يخطاكمش من من المجميد او من البلاكار الى كنتوا غا تحتفظوا بها في البلاكار كيما قلت لكم طريقة الاحتفاظ انا غا نحتفظ بها في المجميد لانه لدي المجميد كبير بنسبة سيدات اللي ما عندهمش مجميد كبير وكي بغوا بحتفظوا في اللي بات ديال الزاج غا يتغلوا هاد المركز مزيان وكتدروه سخون في العلابي ديال الزاج وكتعقمو ديك العلابي ديال الزاج لمدة 15 دقيقة وكتحتفظوا بهم غا في البلاكار كتستعملهم طريقة ديال الاستعمال العادي اللي غا نستعملو المركز كنغطع لهاد الالباس ديال البلاستيك وغا ندخلهم المجميد ونصيحة استعملو بلاستيك يكون نوع جيد خاص بالمجميد وبالاطعمة الغذائية وغا ندوز نحضر معاكم مركز ديال الاجاس او بوعويد او نقاس كيف كان قولولو بالدارجة عندي هنا كيلو ونص ديال نقاس من الافضل تختاروا لون ديالو يكون اسفار يكون طيب واحد شوية ماشي بالضروري تكون فاكهة كبيرة وتكون يعني دو جودة عالية ماشي بالضروري غيك تكون حلوة وتكون يعني طيبة واخدها وحقها في الطياب متنقشرش هاد بوعويد كنحيدلو غي القلب من الداخل وكنقطعه مباشرة هنا في الطنجرة بالنسبة للقشرة هي اللي كيما قلت لكم كيكون فيها اللون وكيكون فيها الماداق مركز فما تزولوش القشرة بالنسبة للبوعويد من الافضل يكون طيب قديت هنا كاس ديال لعنبا ما عمرش ديال العصير ديال الحامض باش كنحافظو على اللون ديال الفاكهة وضفت تقريبا الليتر ديال الماء المهم لي ما خصو يغطي الفاكهة وصافي ما كتبقاش خارجة على الماء بش ما كتكحاش بالنسبة الكمية ديال السكار ضفت هنا تقريبا 700 جرام ديال السكار كيما قلت لكم الكمية ديال السكار كتبقى على حسب الضق كلما كترتوا الكمية ديال السكار المركز ديالكم ما كيجمش بزاف المجمد كيسهل عليكم استعمال دياله كلما نقصوا الكمية ديال السكار كيصعب عليكم باش تهزو منو نسلي مرادين بالسكار فما غديش تديرو السكار باتاتا غديش تديرو غير حامض والماء وباش تتأكدو بان البعويد ديالكم طب ضروري تضغطو على شطريف ديال البعويد باش كتتأكدو بان النضج وصلو حتى لداخل لان لما كانش ناضج من الداخل غي غدتكحلكم الفاكهة ومين غدي تطحنون مركز غدي تبدل اللون دياله ما غيجيش اللون دياله زوين كنتطفي على هاد البعويد وحد الملاحظة بغيت نقولها لكم ومسيت ما قلتها لكمش في اللون بالنسبةل هاد المركزات بإمكانكم تحتفضو بهم بلطحين يعني كتتزوغي هاد الكيميا مثلا ديال بوعويد كتدرون فعلي بات ديال بلاستيك وكتدخلوهم المجمد أو كتدرون فعلي بات ديال الزاج وكتتعقموهم يعني حتى بها ولكن كتدروا هم سخون كتدروا هاد الفاكهة وهي سخونة كتدروها بدك سيرو ديالها او بدك الماء ديالها وحتى هديرها طريقة عملية وناجحة وساهلة يعني لما بغيتوش تتحنو كتتحتفضو من فاكهة ديالكم كتقدروا غير القياس اللي بغيتو في العاصر هادا هو المركز كما كتشفو كتتصفيوه بالصفية اللي بغيتو 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 يبقى لكم شي شوية باين بغيتو تحيدو يعني ببقاش الأطار ديال القشرة فيه لكم الاختيار وتتصفيوه وتتعاودو لكم الاختيار كنوضع ناخد لباس ديال بلاستيك وكنوضع فيهم المركز بالنسبة لكمية ديال المركز كتديرو انتم معا على حسب الاحتياجات ديالكم وعلى حسب شنو بغيتو انتم معا كناخد هاد العليبات وكنوضعهم في المجمد ضروري كندخلو هادا المركز حتى كي يجمد وعاد غردي نشوفو الشكل نهائي ديالو وغندوز المركز اخر اللي هو المركز ديال الجزار اللي كنقولولو احنا بالدارجة خزو او زرودية او الجعدة كل واحد شنو كيسميه في المنطقة ديالو بنسبة الخزو كنحيدو لديك القشرة اللي انا هديك القشرة كتكحال كنحيدو وكنغسل القشرة وكنغسلوه مزين ونقطعوه طريفة صغار كما كتشوفو معايا غدي نضافلو الحامض لان الحامض ضروري باشي يحفظنا على اللون ديال ديال الخضراء وكيجينا المركز اللون ديالو او زوين وكديرو المال كافي اللي غديغطي لكم الجازار بنسبة السكار عندي كيلونس ديال الجازار ضفتلو تقريبا 1-700 جرام ديال السكار دائما السكار كيبقى على حسب الضوكسيدات اللي مرادين السكار فما غديش ديرو السكار غدديرو الجازار والماء والحامض بعد ما كيطيب هاد الجازار يعني كتطلع فيه الغلية غي كتطلع فيه الغلية وكتعاود صافي تنحيدو ما تتخليوش تسلق حتى تايوي اللي صافي معجن غي تتطلع فيه الغلية صافي تتخليو حتى كيبرد كتتحنوه وكتتفاوه من الافضل تتطفاوه لانو تكون ممسلوقش مزيان كنديرو فعلي بادي البلاستيك او حتى هو تديرو فالقنينات ديال الزجاج وكتعقموهم بطبيعة الحال كتديرو هو مازال سخون دا بغن دوز المركز ديال الباربا او البنقر او الشاماندار كل واحد وشنو كيسميها بالنسبة لهاد الباربا بعد ما كنحيد لهادك الربع ديالها كنحكها مزيان بوحدة شيتا او حليفة وكنغسلها كنقشرها وكنقشرها بالنسبة ل الباربا ما كان نصحكو مش تسلقوها بقشرتها قطعوها وعاد اسلقوها غين سلقة ما تسلقوهاش بزاف غين سلقة بحل الجازار حتى هي ما تسلقوهاش بزاف حتى تفقد يعني القيمة الغدائية ديالها وتفقد اللون ديالها بالنسبة ل الماء كديرو المال كافي اللي غدي غدي غطى لكم الباربا بمجرد ما تسلقوه هنا عندي كيلو ديال الباربا نصطلو نصف لتر مينة الماء وضروري ندير تقريبا هنا واحد نصف كاس ما واصلش ديال العاصر ديال الحامض وبسبة السكار عندي هنا تلتمية وخمسين جرام ديال السكار او در ربعمية جرام او در تلتمية الاية او در امتين واحدة او تمام 200 جرام منسبة للسيذة اللي مالدين بسكر فما غديش تدروا السكر بطاتة غي الماء والعاصر ديال الحامض كنخلي هاد الباربا غيت سطلع فيها الغلية كيمما كتشوفوا معايا اغاتر كي تطلع غاليه بحل شكل ديال الجازار يعني كنتطلع الغلية كنخلي هاد الباربا حتى كتبرد مزيان في الماء ديالها كي جي الماء خاتر كما تشوفو معايا ديك اللون كلو ديال البربار حتى يهبط في الماء فذيك الشرش كنتحنوها بالماء ديالها وبطبيعة الحك نخليوها حتى كتبرد وضروري حتى هي نصفوها مزيان لانها ما تسلقش بمدة طويلة باش كتتهبط لا كتبقاش الدرس هذيك الشرش خسنا نطحنوها ونعودو ونصفوها عاد نوضعوها في العليبات ديال البلاسيك او قنينات ديال الزاج بطبيعة الحال يدرسو قنينات ديال الزاج كيما قلت لكم هذيك المركز كتخليوه تكيغليم زيان ويعاودوه وصخون تديروه مباشرة في القنينات ديال الزاج وكتسدعو لهم زيان وكتعقموهم لمدة ربع ساعة بالبعد كتحتفظو بهم غير في البلاكار مويم انا غان نديروهم فعله بديال البلاسيك وغادي نوضع هذي عليبات ديال البلاسيك في المجمد حتى كيجمد هذي المركز وغادي نشوفوه الشكل النهائي دياله وغادي نديروه ديال المركز اخر واللي هو الموز بالنسبة لهذا المركز كيجي عجيب عندي هنا جوش كيلو ديال الموز من الافضل من الافضل لك الموز طايم زيان والقشرة دياله بدتك تكحل من الافضل لانك تكون درجات الحلاوه فيه مرتفعة على الموز اللي كيكون مازال شوية خضر فمن الافضل الى كانت تكون الموز القشرة دياله كحلى هو اللي تديرو به المركز لانك تكون الحلاوه فيه زايدة بطبيعة الحال انا هذي العرش ديال الموز راني اغسلته مزيان ودرته فوق هذي الورق ديال الطبخ كي يشف ومباشرة غادي نحيدله غادي القشرة ونقسمه غادي ديه ما كنحتاجوش سكين ايه باش كنختصروا علينا الوقت وصافي لان الموز ذاكي كي تتقطع بسهولة كنقسم غادي غادي بيدي هذي الحبات ديال الموز من بعد كنوضعهم هنا في هذي الجبانة وغادي نضيف لهم كأس عامر ديال اللي عنبه بالعصير ديال البرتوقال تقدرو تديرو حتى الكاسونس ديال العصير العصير ديال البرتوقال خصو يكون بكيميا كتيرة لانه غادي حافظنا على اللون ديال الموز بيت اكسل شو مايك حاش هنه غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال 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 تخص ديال المركز ديال الحامض غايعطي واحد لما داق زوين 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 بزاف لهاد المركز بنسبة للسكار عندي جوج كيلو ديال الموز ضفت لها 800 جرام ديال السكار ولي كون انتم الاختيار ديروا 800 جرام ديروا 500 جرام ديروا كيلو ديال السكار لكم الختيار كما قلت لكم كلما كان سكار كتير كي يسهل عليكم تستعملوا المركز كي يزول لكم بكل سهولة من العلباء دياله مني كي يكون في الموجميد السكر كنخلطه جيدا و كنتحنه مباشرة تقادروا نتحنه في التحان الرباع ما تتحنه مباشرة لا تحتاجه لطفعه و كنتحنه جيدا تضعوهم بشكل مباشرة في إليبة البلاستيك وشوفوا معي اللون دياله كي يجي وراه ما كيتبدلش وخاك يدخل المجميض كي بقى محافظ على اللون دياله لان العاصر ديال الحامض كل ما كان كتير كل ما حافظنا على اللون ديال الموز كي ما كتعرفوا الموز كي يكحل وكيتبدل اللون دياله من يكي يضربوه لهوا أو من يكي بقى مدة طويلة غندير هاد المركز في إليبة ديال البلاستيك وغانسد عليها مزيان وغد ندخلها المجمد كما قلت لكم من الأفضل استعملوا بلاستيك يكون نوع جيد غندوز ده بالمركز الأخير واللي هو مركز الفراولة أو الفريز عندي هنا جوج كيلو ديال الفراولة بطبيعة الحال الفراولة كتتربى في التراب فضروري تغسلوها مزيان قبل ما تغسلوها كتخليوها مرقدة في واحد البانيو فيه الماء لمدة دياله 1-4 ساعة حتى 20 دقيقة حتى تتلقى ديك التراب دياله اللي كيكون فيه كله وكتغسله مزيان وتعاود وتعاود وتأكدو لما فيه لحشرات لتشي حاجة وخصوصا في ديك الوريقات الخضر دياله من البعد ما كتدرو في شي شي بي كي يستقطم مزيان وينشف كتحيدو غي ذاك الرأس ديال أو المجني ديال الفريز وكتقسمو الحباء على ربعة أو على جوج اللي بغيتو غي واحد الملاحدة وقاومني تكونو كتقطعو الفريز بقاو تنسابه للقلب دياله لداخل وش ما فيه لحشرات لتشي حاجة كتكون كل ما كانت لحبات الفريز كبيرة كتكون فيه وحد الخوية لداخل شي مرات كيكونو فيه لحشرات فمل افضل تقوموا كتقسمو ردو البال يعني انتما خدامين انتما كتنتابهو كتردو البال لبنت لكم شي حاجة مش هي هديك كتزولوها بعد ما كان قطع الكمية ديال الفريز اللي اندي كلها كما كتشوفو غد نوضعها يعني هنا في هاد البول غد نضيف لها واحد الكأس مع مرش ديال العنباء ديال العصير ديال الحامض ضروري الحامض بالنسبة لكيمية ديال السكار ضفت هنا 800 قرام ديال السكار عندي يجيش كيلو ديال الفريز قدروا تضيفو تلكيلو ديال السكار ضيفو 500 قرام ديال السكار ما تضيفوش سكار بالنسبة لهاد المركز هدا كان خلط مزيان هاد السكار كما كتشوفو معايا مزي زيان حتى كين دامج مع الفريز وغنغطي على هاد الفريز بالبلاستيك الغدائي وغندخلو لتلاجة غنخليه بات ليلة كاملة بالنسبة لفريز ما تخليوه وخلحها البارد ما الافضل يبات في تلاجة ليلة كاملة او لدرتوه الصباح في الليل انا درتوه في الصباح وفي الليل غادي نتحنو يعني حسيت بسكار داب سافي بمجرد ما تتقلبوه سافي غادي تتحنوه كتاخدو الكأس ديال الخلاط الكهربائي وكتتحنو فيه المركز ديالكم كلو ومن بعد كتاخدو صفاية تكون رقيقة لان الفريز فيه واحد العظيمة كتاخدو الكمية كلها تصفوا الكاملة وكتاخدو الكمية كتاخدو كميات وكتاخدو الكاملة للمركز اللي تناسبكم انتمو تديرو الفريز على حسب الاحتياجات وحسب التامان ديالو بطبيعة الحال الفريز ديالو مرتافع وانا حي تحضرت فيديو ديال المركزة تفافيت لكم فيه الفريز انتمو حتى ينخص الحصف لفريز عاد حضروه المركز او دروا المركز غير الفاكهة اللي كاينة موجودة بكثرة بعد ما كنصفي الكمية كل هادي الفريز غادي نوضع مباشرة في العليبات ديال البلاستيك كما قلت لكم إلا بغيتو الدروا في العليبات ديال الزاج غادي تطيبوا هاد الفريز غادي يغلي ويعاود حتى ما تبقاش فيه ديك لالكشكوشة أو ديك الرغوة وكتوضعوه مباشرة وصخون في القنينات ديال الزاج يكونون العلاقات ديالهم زيانين كتسدو عليهم زيان وكتديرهم يتعقموني مدة 15 دقيقة ومن كي يبردو كتحتفظو بيهم غيف البلاكار بالنسبة لي انا غانا نحتفظ بيه في المجميد فادرتو في العليبات البلاستيك وراه النوع ديال هاد البلاستيك نوع ممتاز يعني صالح لباش نحتفظو فيه على المواد الغدائية وكيصلحتها المجميد ضروري هاد العليبات يكونوا كيتغلقوا مزيان تفاديا باش ما يخرجناش الريحات ديال هاد المركز للمجميد وطابعت الحال ما يشمناش هاد المركز باقي ذيال روائح لانا في المجميد وكندخل هاد العليبات ذيال المركز المجميد حتي كي يجمد هاد المركز ويشتراسو بنسبة طريقة ديال تخزين انا درتوهم في المجميد بنسبة المجميد ره ما يخدوش في المساحة كتدروا علبة فوق علبة انا كندرون في المجميد الكبير غي دا بس ورطهم لكم هنا في المجميد ديال كلاجا اشتركوا في القياسي ناسبكم العلبات على حساب الكيميا المركز حتى لا تريدون تقريبا في اكياس البلاستيك لكم الاختيار وكان هذا هو الشكل النهائي للمركزات بعد ما يجمده بالنسبة للون ديالهم را ما يتبدلش كيبقوا محافظا على اللون ديالهم قايت تبعو الطريقة للتحضير جميع النصائح اللي اذكرت لكم في الفيديو بالنسبة للكمييا ديال السكار كيما قلت لكم انتم ما كتدروا على حساب الدوق ديالكم بالنسبة لهاد المبشور ديال البرتقال ودى الليمون كنحتاجوه لتنسيم لكي الكيكات البسبوسات كيتنسمو به التحليات كيتحتاج بزاف يعني كتنسمو به اي حاجة بغيتوها بالمضاق ديال المرتقال او المضاق ديال الليمون بالنسبة للمركز ديال الحامض هو هذا ما كيجمد شوفوا معايا كيما قلت لكم را سكر هو الي كيتحكم لكم يعني في درجة ديال يعني وش يجمد لكم المركز او يبقى شوية هكا يعني كيسرع لكم بغيت زولو بالمعلقة هدا المركز ديال التفاح حصلت على جوج علبات كبار ووحدة صغيرة وهدا المركز ديال برتقال حصلت هنا على جوج علبات كيما كتشوفوا معايا بالنسبة للمركز ديال الموز حتى هو ما كيتبدلش اللون دياله كيبقى محافظة للون دياله هو هذا اللي تنجب منه دباب المعرقة وكيجي بحلي لما علبك تيجي غزال تتقدرو تضيفه في جميل انواع ديال العصائر تتقدرو تحضرو تشكيلة ديال العصائر او كوكتيل ديال العصائر تتقدرو تدخلو فاكيها طازجة مع هاد المركزات تقدرو تدير هاد المركزات باساس الماء او باساس ديال الحليب لكم الاختيار بالنسبة لهاد المركز هاد المركز ديال الفراولة كيما جتو حتى هو كيسهل عليكم كيجي سهل زم انكم تستعمله بالنسبة للطريقة الاستعمال كتديرو جوج معلق كبار في الكأس ديال العصائر كبير او كتديرو كأس ديال العنباف لتر ميناء الماء بالنسبة لدرجة ديال الخطورية ديال العصائر انتوا مالك تتحكموا فيها هاد مركز الجزار حتى هو تيجي زوين زوين بزاف وهذا مركز ديال الإجاز حتى درجو جعلبات من المركز ديال الإجاز حتى هو كيجي الماضاق ديالو ممتاز وما تقشروش تفاح وما تقشروش الإجاز خليهم بالقشرة ديالهم لأنه ديك الماضاق في القشرة هاد المركز ديال بربا او شمندار حتى هو تيجي ممتاز رائع وكيزول وكل سهولة نتمنى حبيبات الغاليات هاد الاقتراحات اتنال إعجاب ديالكم إلا بغيتوني نشارك معكم تشكيلة ديال العصائر فين تستعملوا هاد المركزات قولوها لي في التعاليق ما قدرتش نشارك معكم العصائر في هذا الفيديو لأنا غيجيكم طويل طويل بزاف إلا بغيتوني نشارك معكم فيديو في غير العصائر فين تخدموا هاد المركزات قولوها لي في التعاليق بنسبة لطريقة ديال التخزين بنسبة للمركزات اللي ما فيهمش سكر المركزات اللي ما فيهمش سكر كيجمدو كيولو بحل حجرها في المجمد يجمع المكعبات في كيس بلاستيكي او علبة او تغلي المركز يغلي مزيان بعد ما يغلي كتعمرو في القنينات ديال الزاج وكتسدو عليه مزيان وكتدرو القنينات في الماء يتعقمون ودات 15 دقيقة كتعمرو طنجرة بالماء وكتدرو في هذيك القنينات وكتخليوهم حتى كتدوس 15 دقيقة في الماء كيغلي ويعاود باش كيتعقمو لكم وكتحتفظو بهم غير في البلاكار مني كتبغيو تستعملوهم كتهزو قنينة كتحلوها وكتدروها في كلاجة غير من الافضل استعملو قنينات ديال النصف لتر مستعملو قنينات ديال اللي تر باش كيس هل عليكم هكا الاستعمال الى هنا وصلنا نهاية الفيديو كنشكركم دائما على حسن المتابعة ديالكم كنشكركم بزف بزف على تعليقكم طيبة شكرا لأي أخت كتخليلي تعليق زوين كيدعمني وكيفرحني وكيشجعني اللي عجبكم في فيديو ما تنسوش توصلوا لأكبر عدد من لايكات وبنسبة السيدات اللي كيشوفوا القناة لأول مرة مرحبا بكم وفضلا وليس أمرني لك المحتوى للقناة كيش بكم دعموها بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعالى